عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة وأنه يقين من شضايا الاضطراب في محيطنا تاك يوم من أيام الخطابات وإلقاء الشعارات أرهف الحاضرون أسمعهم وأبصارهم لمتابعة أحاديث الثبات والصمود في مشهد استعراضي لا يخلو من السخرية وتوجيه الاتهامات وبيع المواقف في مواقيت ومناسبات لا رقيب فيها ولا حسيب فكل من يحاول الاستضاحة أو التساؤل عن حدود الواقع والانفصال عنه لدى بشار الأسد عليه أن يعيد الاستماع لكلامه عن النائب النفس في القضية الفلسطينية وقوله بأن لا غدر ولا نفاق في المواقف وعند الشدائد وهنا على المشاهد أن يستعد لمواجهة نظرية مركبة معقدة عنوانها الهروب والتواني عن الأنظار في مساحة لم يعد فيها مكان إلا للضغط على الزناد تشن حماس كبرى عملياتها ضد إسرائيل فيخرج الأسد على عجالة موجها لها بطاقات تهنئة لترد إسرائيل على العملية بالقتل والتدمير والتهجير يختفي الأسد عن رادار محور المقاومة والممانعة مختبئا من لهيب نار باتت تمتد شيئا فشيئا إلى أن وصلت شرارتها إلى مطاري دمشق وحلب والأسد متخف غائب نائ بنفسه لا صوت له ولا صورة وكانت محطنة بشكل كبير كلا